السلام عليكم يا ناس الخير عسلامتكم ومرحبا بكم معي في هاد لانوفيل فيديو اليوم ان شاء الله راح نديرو في الصانو ديكور رمضاني بما انو رمضان ما قعدلوش بزيف ان شاء الله يا ربي يلقانا ملحيين يلقانا ان شاء الله في صحة في عافية باش نصوموه ونقومو ان شاء الله ونربحوه لماكسيموم تاع الاجر باذن الله تعالى ككل مرة يجينا رمضان كل السيدات الجزائريات يحتفلوا بالقودوم تاعه بطريقة او باخرى واحدة تنط تسقم الدار واحدة تشري حاجة جديدة واحدة تدير ديكور جديد واحدة تنط تنظف الدار المهم عدنا بزيف مظاهر نحتفلوا بها بالقودوم تاع رمضان انا اللي هنا يا راح نجي ندير في الصانو تاعي ديكور رمضاني نتمنى ان شاء الله انو راح يعجبكم باش ندير الديكور الرمضاني تاعي راح نستعين بديبوكس تاع الشموع اللي كنتو شفتوهم معايا في فيديو سابق كانوا لحقوني من عند لاباج انستاغرام هوم كوليكشن هي مجموعة رمضانية كنت متشوقة انو ايدي رمضان باش نحطها في الصانو تاعي بس كعجبوني بزيف بزيف شموع ديالهم كنت وريتلكم كل قطعة تتكون منها هاد المجموعة دونك فيها هاد الشمعة اللي جاي دونزين كلوش مكتوب عليها رمضان كريم جاي في الدهبي لونها وشكلها وكلش فيها شباب بزيف كان فيها تاني هاد الشمعة الطويلة البيضة اللي جاي عليها هاد الشكل عجبني بزيف جاي شغل الباب بتاع جامع جميل انتو كان جاي ادوري وكين فيهم تاني هادوما لفندان بارفومي تلت اشكال تاع لفندان بارفومي جايين في اللون الابيض وهوما تاني مزينين بالدوري شكل تحهم جميل ورائحة تحهم هايلا ما شاء الله انا حنستعمل دو بوكس من هاد المجموعة الرمضانية كين يجي فيها تاني دي برولور كنت وريتلكم هاد البرولور في الفيديو اللي كنت هدرت لكم عليه لكن انا في الدكور تاعي تاع اليوم ان شاء الله ما حشنستعمل هاد البرولور رحنستعمل موديل واحد اخر تاع دي برولور توجوغ من عند نفس الصفحة هوم كوليكشن رحنشوفو علاش خيرت هاد الموديل بسكو جاي انستيل شو يا اغاباسك شغل يوالم كتر هاد المناسبات تاع رمضان ان شاء الله جاي كما نشوفو حتى هو باب تاع جامع باشكال هاكده كما قلنا اغاباسك حيتوالم بلوس مع هاد الديكور هاد البرولور كبير الله يبارك جميل بزف بزف كي تحطو لداخل شمعة وتخرج الضوطحة من هادو كثوقو بتاعو ديكور ولا اروع رحن تقدرو تحطو لفندون تاعكم فهدك الطبيسي اللي جاي من الفوق دوك رحنشوفو ان شاء الله كيفاش رحنحطو هاد المجموعة في الصالون ديالي انا اخترت للديكور الرمضاني هاد الكون من الصالون اللي جاي تحت لاتيلي يعني اخترت المكان هادك رحنحط المجموعة رمضانية تاعي كما قلت لكم تاع هوم كوليكشن وراحنشوفو ان شاء الله معايا كل حاجة بالديتايل اهنا جيت تحطيت انا بخون شحال عندي مستعملش انا بخون لبنان عندي بزف مستعملته مش لكن في هاد النوع تاع الدكور شفت انو يتوالم و جايب في الضوغي دونك جامع المجموعة اللي جمسي دي بوركوابا اي وحدة رحي مهتمة بهاد المجموعة الرمضانية تاع صفحة هوم كوليكشن احا خليلها الرابط تاع الصفحة ان شاء الله في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت راهم ديرين مسابقة باش تقدروا تربحوا اون بوكس تاع شموع دونك روحوا شاركوا في المسابقة اللي شورت تاحها سهلة بزاف بزاف معليكم غيرت تدخلوا لصفحة تاحهم تاع الانستغرام ديرو لهم متابعة لهم زيدوا الجول عندي انا ديرو لمتابعة ليا تخليوا لهم في المنشور تاع المسابقة تعليق واحد تكتبوا فيه وشارك والتاني تتاقيوا فيها عفوا خمسة اصدقائكم واخيرا تبرتاجيوا المنشور تاع المسابقة فلاس طوغي عندكم هادا ما كان وراحين تقدروا ان شاء الله تربحوا واحدة من البوكس تاحهم الهايلين انا ونتو كشموع تاحهم يهبلوني كامل مخدومين بطريقة ما شاء الله فاوانيس على هادشي اللي اخترتهم معنا جستما اللي اخديتهم من الصفحة تاع الفيسبوك نحاس غردايا مركات كامل القطع النحاسية اللي راح نشوفوها معايا اليوم من عند نفس الصفحة كنت اخديت من عندهم قطع وحقيقة الجودة تاحهم ما شاء الله ننصح كل واحدة راحي تحب مثلا تشري قطعة نحاسية مع لباليش بلزوت خوباج لكن هادكم جربتها نقدر ننصحكم بها وتقدروا تشريوا من عندهم وعينيكم مغمضين ان شاء الله كملت حطيت الديكور تاعي الرمضاني راني عمرتها بلينة بخون قاعدت قاعدت عندي بزف ما حطيت مباتكة حطيت حطيتهم كامل احنا نكمل نواصل دونك الهنا معاكم حطيت امباتيت جيغلوند جيت حطيت الهنا شموع اصطناعية داخل هدو لكن من بعد ان شاء الله رح نبدلهم لانو الانارات مش قوية مش كما حبيت انا هاد الركن اللي راني نديكوري فيه نواصل ما رح يكون ديكور رمضاني وان شاء الله كي يدخل رمضان رح يكون ركن صالات يعني منه ديكور تاع سالون منه ركن صالات ان شاء الله دونك على بيها كتوفوني نحط في المصاحف نحط كل شي يعني يعطينا اجواء موريحة لما الانسان يكون يصلي ولا يكون نقرأه في القرآن ان شاء الله يا ربي بلغنا رمضان هنا حطيت مجموعة رمضانية كانت لحقت لي من عند لاباج الفاطمة ستيشنوري العملي فات ودرك هاو الدكور الرمضاني لهذا السنة والا عزيزاتي الدكور اللي درتم في حتى حاجة كما قولو خارقة للعادة ولا حاجة عجيبة ولا لكن المهم من كل حاجة هو انه النية تعنا النية تعنا اننا نوضو نوجدو الدار كان بزاف اللي نوضو يعودوا سبيغة في دارهم كل النساء على ما اظن نوضو يديرو بمناسبة قدوم رمضان وحدة تنشرين معن جدد وحدة تدير دكور جديد في دارها كل هذا تعبير منا على فرحتنا بقدوم هذا الضيف الكريم يعني بطريقة او باخرى رانا نحتفل بقدوم هذا الضيف يعني الغاية من هاد الدكورات ومن هاد يعني التحضيرات كلها هو اننا نحتفل واننا نكمل في العادات والتقاليد اللي كبرنا عليهم شفنا امهاتنا ينوضو يديرو نتوياج شفنا امهاتنا ينوضو يشري وما عن جدد شفنا امهاتنا كي يعني تقدم سبيغيس ويقول حتى قريب رمضان نسبغ يعني نشأنا على هاد العادات ويا لها من عادات طيبة فنظن انه ما فيها بس اننا نقعد عليها ان شاء الله فالا حبوبات اعطوني رايكم في التعليقات في هاد الديكور انا شفته جميل الحمد لله راه عاجبني باشياء بسيطة المهم كما قلنا ما نخلوش هاد المناسبة جوز مرور الكرام يعني جا رمضان ولا ما جاش كيف كيف لا كي جينا رمضان خلونا نحس افراد عائلتنا بقدوم هذا الضيف فالا حبوبات نقول ونعاود ما تبخلوش علي بتعليقاتكم ما تبخلوش علي ربما ببعض الاقتراحات في هاد الديكور اللي ان شاء الله ينال اعجابكم ما تروحوش بعيد كين بونيوس لهاد الفيديو راح نزيد ونشوفو ونضخو بوكس تاع شموع لحقت لي توجو من عند الباج انستغرام هوم كوليكشن اللي رأني فخورة انني سافيرة هاد الماركة والممثلة الرسمية تاع الماركة تاع الشموع راني نمثلهم بكل فخر لانه حقيقة المنتجات تحهم يعني تحمر لوجه لما انسان يروح يشري من عندهم راح يقول اه مريم ولا غر خدعتنا في نالمون المنتجات تحهم ماشي ملاح ويقالية تحهم ماشي شابة شوفوا معايا لعبوكس اللي راني نقول لكم عليها متكونة هاد تشكيلة من يعني ديكورات مستوحة من ديكور تاعي انا اول حاجة كينهاد الشمعة في كاس اللي انتحها كغامالي شاهد قولينا كلها ومزينة باشياء طبيعية فيها نجمة الارض فيها القرنفل وفيها القرفة الريحة تحوش نقولكم ما شاء الله حقيقة عرفوا كيفاش يعني يخدموا حاجة على ذوقي مئة بالمئة ما شاء الله هاد شما عجبتني بزاف 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 هاد التشكيلة رح تسمح لكم انكم تديروا ديكور بكامل الامور اللي فيها يعني كل قطعة فيها رح تشكل لكم ديكور جميل بزاف كينان بتي ساشي الهنا فيه دي بو بو نضخ بتي ساشي فيه شريحة بورتقال مجففة جولي centre تابل او لأي ديكور تحطوه ربما في غرفة النوم تعكم او لأي مكان من عوشاق الديكور بسنو برها دا يال لأي بوم ديكور انا اكيد انهم من ساوش لأي بوم ديكور او تشكيل تاني مكوانا من تل تفواحات كيف كيف اللون تحهم كرامل شكل تحهم ما شاء الله و رايحة بلا ما نحكي لكم دوك نشوفو تود سويت كيف حنستعمل هاد المجموعة راح تمد يعني نتيجة خيالية خيالية كل هاد الشي من عند لاباج انستغرام هوم كوليكشن نشكرهم تودابوغ على الجودة والاتقان في العمل وتانيا على كل هادوما اللي بوكس اللي راهم يلحقوني دوك راح نستعمل هاد التشكيلة اللي سموها تشكيلة مريم نعم سموها على اسمه راه مجموعة مريم وسمها حقيقة يعني تقول يدخلوا في راسي وخمو كيما انا وداروا ديكور كيما انا ما شاء الله جي ا ضو غير راح نشوفو كيما قلت لكم كيف شحنستعملهم انا استعملت هاد اللوحة الخشبية باش نحط يعني كل ما هو طبيعي فوق حاجة طبيعية حطيت هاديك الشمعة حطيت بشكل عشوائي هادك لبوبوري راح نحط هاديك شريحة لبورتقال المجفف قدامهم ودركا راح نستعمل هادوك لبوم دو بان هادي قدام هادي وجا الوقت تعل الفواحات ولا لفندان بارفومي لفندان بارفومي راح نستعمل لهم هاد لبرولر توجوغ من عند نفس الصفحة هوم كوليكشن جاي على شكل منزل راح نتحطوا الفواحة من الفوق وتغطيوا بالسقف هادك المنزل راح نهبل على هاد البرولر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كي شعلت لبوجي شوف بلال داخل وطفيت الضو اجواء من اروع ما يكون دو كنتفيت الضو هانا تاني وتشوفوا لكن والله هي البنات التصوير ما عطاش حق هادو ما القيطة يعني كي كنت نشوف فيهم قدامي الانارة اللي كانت تخرج من هاد البرولر والريحة تاع الفندان اللي كان يدوب والتشكيلة هاد كي ما راح يكام لا شي مش جميل شي رائع فوق الجميل يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عجبوني بزاف 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 البرولر هاد الدالي عقلي حقيقة انا نسمي هاد نوع تاع الديكورات الديكورات البنترستية يعني اللي تشبه بزاف للديكورات اللي نلقاوها في موقع بنترست اللي انا من عشاقه خطر يعني الديكورات اللي حطوهم التمة حاجة وحد اخرى وهاد الديكور تاع اليوم راهو حقيقة في المستوى تاع ديكورات بنترست نشكر جزيل الشكر مرة اخرى صفحة هوم كوليكشن على هاد العمل اللي راني مفتخرة به قلتلكم انا راني الممثلة تاع المنتجات تاع هوم وراني نمثلهم بكل فخر هاد البرولاغ اللي بنات ما شاء الله يعني يعطى اجواء شتوية ديكور من ارواع ما يكون رهم توفر على ما اظن في تلت الوان كل اللون ينسيكم في الاخر حسب انتم ديكور تخيروا اللون اللي حبيتوه انضموا لصفحة تحهم هكذا باشي لحق كل جديد تحهم رهم ديكور جديدة تشكيل شموع جديدة نتمنى ان شاء الله انكم تفرحوهم بالانظيمة وما تنسوني شانا تاني باعلام موكازيون جوزوا للصفحة تعيش على الانستغرام مريم لايف ستايل فرحوني بالانظيمة متاعكم حبوبات بهاد الزيماج الشابين وهد الاجواء الهادئة الشتوية الدافئة رح نقولكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله اللي رح يكون ضمن تحضيرات رمضان حتى هو دي سيلا نقولكم باتها اللولي بزاف بزاف روحتكم وتبقوا على خير يا ناس الخير اشتركوا في القناة